طبعين أكيد بصباحنا وصلنا لأولى محطاتنا الصباحية يلي رح ننتقل فيها بعالم الصحة وخاصة عالم التغذية يعني واليوم موضوعنا بيخص وظائف الكلا وكيفينا نهتم بكليتنا وكيفينا ننظفها وشو هنالأكلات يلي ممكن يضروها لكليتنا وكل حدا بيعاني من مرض أو جاع بتخص الكلا شو هنالأكلات المناسبة وكيفينا نحن نهتم أكثر بصحتنا مع الدكتور فادي خشروم أخصائي التغذية صباح الخير دكتور أهلا وسهلا فيك سعد صباحك دكتور بالبداية قبل ما ندخل نحكي قديش بيأثر الغذاء على وظائف الكلا خلينا نعطي لمحة سريعة عن وظائف الكلا قديش فعليا هي مهمة جدا بتأثر على صحية الجسم بشكل كامل طبعا أول شي صباح الخير لحضراتكم لإخوة المشاهدين عن جديد فين نقول باختصار الكلية هي العضو المسؤول عن طرح الفائد من السوائل الكلية هي المسؤول عن طرح الأحماض التي تنتج الخلايا المختلفة الكلية أيضا هي المسؤول عن الحفاظ على مستويات ضغط الدم عبر إفرازها لواحد من أهم الهرمونات اللي هو هرمون الرينل الكلية أيضا تلعب أدوار كبيرة جدا بإصطناع الكريات الحمراء كمان الكلية تلعب دورهام جدا بالحفاظ على صحة النسيج العظمي بحيث يكون صحي وقوي ومتين يعني أكيد دكتور اليوم موضوعنا بيهم كتير من الناس وبيقلولك أنه في أكلات محددة يعني هي اللي بتخليك أنك أنت تحافظ على الكلية تنظفها لكلتك ممكن بأدونس أو شيء خلينا نحكي يمكن هدول الكتابات على الفيسبوك والإنستجرام هل هي ممكن تكون صحيحة طريقة التنظيف وطريقة حماية الكلية ولا في أطعمة محددة لا لازم دكتور وكل جسم إلو دكتوره الآن بالبداية نحن بدنا نشوف الحالة اللي نحن عمنا نقيمها حالة الأذية الكلوية اللي موجودة عنها يعني عمليا ما فيه علاج شافي وكامي لجميع حالات الإصابة الكلوية هاي واحدة الشغلة الثانية أنا لما بحدد أو شيء أسباب الإصابة اللي موجودة عندي اللي غالبا بتكون بالعادة ناتجة عن واحد من الأمراض الجهازية مثل السكري على سبيل المثال ارتفاع التوتر الشرياني أمراض القلب والشرين هي عادة ما تكون المسبب الرئيسي لأمراض الكلية فهي الأمراض أنا عادة لما أحاول أنا بنظامي الغذائي أتجنبه تمام أو أمنع تطوره فأنا بطريقة غير باشرة أم حافظ على سلامة الكلية لما الكلية بتوصل لمرحلة من التأذي والتضرر للأمانة بتصير عندي الخيارات ضيقة جدا موضوع شرب البقدونيس ولا شرب أشياء أخرى للأمانة بصير تحصيل حاصل للأسف ومثل ما قلت لك هذا الأمر يعود لدرجة التأذي الكلوي الحاصلة طيب دكتور خلينا نحكي بما أنه عم نحكي عن أمراض الكلا شو أكثر الأمراض شيوعا يعني في بعض الأعراض يمكن هي بتدل أنه في مشكلة بالكلا الأكثر شيوعا اليوم لأنه كثيرا بنسمع أنه مثلا أنا ما كنت منتبه أنه كليتي تضررات مع أنه مثلا بيكون معه سكري أو ضغط هو يمكن مشكلة بالدواء أو النظام الغذائي أو شيء أخطاء باللايف فينا نقول الحياة بشكل عام حضرتك عم تسأليني عن أمراض الكلاة الأكثر شيوعا أو الأعراض الأمراض الأكثر شيوعا الأمراض أمراض الكلية حقيقة كثيرة ممكن نذكر على رأسه المرض الكلوي المزمن اللي هو مسميه chronic kidney disease هذا المرض مثل ما بيوحي اسمه بيتطور عبر فترة طويلة من الزمن وبالتالي التخرب الحاصل بالكلية عم ياخد وقت طويل أهم أسباب هذا المرض الكلوي المزمن هو الإصابة بداء السكري ارتفاع التوتر الشرياني أمراض القلب والشرينيين أحيانا يكون في عندي بعض الأمراض الجينية مثل داء الكلا متعدد الكيسات في عندي أيضا من الأمراض الشائعة وهو الفشل الكلوي الحاد الفشل الكلوي الحاد حقيقة طريقة التطورة مختلفة تماما عن المرض الكلوي المزمن نشوف أن الأعراض أو عفوا الأذيات عم تكون متسارعة درجة التخرب عم تكون بخلال فترة قصيرة جدا حتى الأسباب أساسا مختلفة هي عن المرض الكلوي المزمن شو الأعراض اللي بتدل؟ يعني مشان تقول بيكون مثلا مرحلة خطيرة أو يعني فينا نقول مراحل متسارعة للمرض شو بعض الأعراض اللي أنا لازم انتبه لها؟ يعني لأنه يمكن نحن بثقافتنا العامة آخر خيار للأسف نتوجه للدكتور وأنه بنحمل حالنا ألم زيادة شو الأعراض اللي أنا لازم انتبه لها؟ لأنه نعرف قديش مهمة الكلية ووظيفة الكلية للجسم بالنسبة لموضوع المرض الكلوي المزمن للأسف الأعراض عم تكون صامتة ما بتبان غير بالمراحل الأخيرة بالنسبة للفشل الكلوي الحاد أساسا بيصير التطور بيديوتيرة متسارعة جدا والسبب يعني حقيقة ما بيخبي حاله وعادة ما بيكون السبب هو فقدان لكميات كبيرة من السوائل للجسم بخلال فترة قصيرة يعني قد يكون السبب حروق تطال مساحات واسعة من الجسم قد يكون السبب نزوف إثر حادث ما أو مثل ما نشوف هلأ بالكلير على سبيل المثال إسهالات شديدة جدا فقط كبير جدا من الماء وبالتالي يعني أدي لأذية كلوية إذا بتسمحي لي تابع بموضوع الأمراض الكلوية في عنا أيضا حصيات الكلية يمكن هي أكثر شيء معروفة ومألوفة للأخ المشاهد حصيات الكلية بالحقيقة مرتبطة بنظامنا الغذائي لدرجة كبيرة جدا يعني نحن المسؤولين عنا للأمانة عن معظم أشكال هذه الحصيات أيضا في عنا كمان داء الكلية البسيطة أو كيس الكلية البسيط عفوان وهو مختلف تماما عن داء الكلية متعدد الكيسات حقيقتا هو مجهول السبب يعني السببه غير معروف هو ما يعتبر من الحالات الخطيرة ولكن في حال كبر حجمه وسبب ضغط عن النسوج المجاورة فهون صار الموضوع فعلا مزعج للغاية ممكن نذكر أيضا انتانات الكلية انتانات الكلية الممكن تكون بسبب انتقال الانتان أما من الحالب أو من المتانة أو انتقالات بعيدة أحيانا بتكون كاختلاط لأحد الجراحات أو للجراحات التي تجرع على سوية الكلية آخر شيء فينا نذكر سرطان الكلية سرطان الكلية أيضا هو غير معروف السبب ولكن في عنا أسباب كثيرة مؤهبة لأله نذكر على رأس التدخين والسمنة وارتفاع التوتر الشرياني هدول الأسباب الثلاثة كثير حقيقة بيلعب أدوار كبيرة جدا بتطور سرطان الكلية للأسف نعم دكتور خلينا نرجع لاختصاص التغذية ونحكي عن أهم الفواكه الخضار المأكولات يلي هي بتفيد الكلية يلي نحن العظم دايما نهتم فيها لصحة أطفالنا لصحة شبابنا حتى نحن ما نعاني من أي داء بخصة الكلية من أي مشكلة من أي مرض لحتى ما نوصل لمرحلة متطورة شو هي أهم الأرضية وأهم المأكولات يلي نحن لازم نركز عليها وشو هنين أهم المأكولات يلي لازم نبتعد عنها طبعا حضرتك حكاية جزئية كتير بسيطة حتى ما نوصل لهم كلمة حتى ما نوصل لهم وبالتالي أنا يفترض بشكل مسبق تجنب الأمراض يلي ممكن تأدي لها مرض كلوي مزمين فيما بعد تكرنا نحن على رأس هذه الأمراض مرض السكري وبالتالي أنا طفلي اللي موجود عندي بالبيت أو بشكل عام كلها كأفراد هذه العائلة لما عم نتناول وجبات بأوقات محددة عم نحترم الجهاز الهاضم ما عم نستثير الهرمونات على مدار اليوم بأكمله تمام على رأس هرمون الأنسولين وبالتالي نحن هنا عملنا عملية حفاظ على هذه الهرمونات جنبنا أنفسنا مقاومة الأنسولين وفيما بعد ذا السكري وبالتالي أنا حافظت على كليتي بطريقة غير مباشرة أنا لما بيكون غذائي متنومع وشامل وكامل أنا كمان هون عم حافظ على كليتي بطريقة غير مباشرة أنا لما بتجنب شرب الكحول على سبيل المثال بتجنب التدخين بتجنب الكميات المفرطة من البروتينات مثل ما منشوف عند الرياضيين اللي بتناولوا كميات مبالغ فيها من البروتينات فأنا هون أيضا عم حافظ على سلامة كليتي بطريقة غير مباشرة إذا كنا عم نحكي عن أشخاص صار عندهم أذية كلوية على سبيل المثال وبتنا نحكي مثلا شو الخضروات الأنسب أو شو الفاكهة الأنسب فعلا من لا أنه في عنا خيارات أفضل من خيارات أخرى بس نحنا ما عنا خيارات أنه هي نحافظ على الكلية من نحنا وصغار أبدا ما عنا أبدا ما في شيء إذن ما نحافظ على الكلية نحنا لما منتجنب الأمراض منتجنب الأمراض اللي ممكن يتأدي لأذيات كلوية فيما بعضنا نحن نحافظ على سلامة الكلية بالنهاية يعني بالنهاية الفاكهة اللي موجودة عندنا والخضروات رغم احتواءها على كم كبير من مضادات الأكسدة هي بالنهاية ما ممكن تصحح خلال أو تخريب عم يتم على مدار الساعة تمام في حال كنا عم نحكي عن لداء الكلوي المزمن اللي ذكرنا أبدا شوي اللي هو الأشياء حقيقة فعلا من لا أنه في عنا خيارات ملائمة أكثر من خيارات أخرى يعني على سبيل المثال إذا بدنا نحكي بالفاكهة بشوف أنا أنه العنب التفاح الانجاص الخوخ البطيخ اليوسفي هي عبارة عن خيارات أسلم وأأمى من خيارات أخرى مثل الموز مثل البرتقال عصير البرتقال الكيوي الشمام بالنسبة للخضار بشوف أيضا أنه الكوسة البيتنجان البصل هذه الخيارات والبروكلي والزهرة خيارات يعني أفضل وأكثر ملائمة لمريض الكلية من البطاطا على سبيل المثال من اليقطين من الهليون الأفوغادو كل هذه الخيارات حقيقة تحوي كميات كبيرة جدا من البوتاسيوم ولكن نحن فينا نعمل خدع بسيطة نقدر نضلع من الرجل بنظامنا الغذائي بكميات بسيطة بحيث أني أنا دائما أشر هذه الخضار أطاع لأطاع صغيرة جدا كمية الماء اللي عم بسلعه فيها تكون أكبر شوي زوى دمدة السلق وبالتالي أنا ممكن أدريج هذه الأطعام المختلفة اللي ذكرناها بنظام الغذائي طيب دكتور يعني ذكرنا ببداية الحديث أهم فينا نقول أو أكثر الأمراض شيوعا نحن بنعرف يعني أكثر أكثرهم معرضين مصابين بمرض السكر ومثل ما حكنا بالبداية مرض الكلية المزمن هو كمان مرض صامت الحياة بشكل عام عند مرضى السكري كيف فينا نعطيهم بعض النصائح لحتى ما يوصلوا لهذه المرحلة ولما نقول مرض صامت يعني لازم يكون فيه استشارة دورية بما أنه هو مصاب سكري فهو مهيأ أكثر من غيره أنه يصاب بمرض أو بمرض الكلية تماما هلأ ربما موضوع الاستشارة الدورية اللي عم تحكي لها حضرتك هذا شيء نادر للأسف وهي كنت لك هي ببداية حديثنا هذه الثقافة منا موجودة تماما قليل جدا لتلاقي حدا هيك مهتم مثلا كل ستة أشهر بروح بعمل فحوصات فحص السكري عسل المستويات الكوليسترول بحاول إيس ضغطه كل فترة بما أنه مرض ضغطه ومرض صامت بالنهاية لنهاية الأمر وبيؤدي لها أذيات كلوية فيما بعد فللأسف هذه الثقافة اللي عم تحكي عليها حضرتك منا موجودة نحنا فينا نقول في حال فعلا نحن كنا أشخاص قليلين الاهتمام بهذا الأمر مجرد شراك الرياضة بحياتنا على سبيل المثال بشكل يومي التزام بأوقات محددة لتناول الطعام المزج ما بين كربوهيدرات بطيئة الامتصاص وسريعة الامتصاص بحيث أني أنا ما أرفع معدلات سكر الدم التقليل من الأطعمة الجاهزة قدر الإمكان هذا رح يحافظ بالنهاية على سلامة الكلين في حال نحن وصلنا لمرحلة من الأذية الكلوية وكنا على سبيل مثال أشخاص سكريين فيفترض الحمية الغذائية تراعي كلتا الإصابتين وهي إصابة بداء السكري ووجود هذه الأذية الكلوية فينا نقول نحن بطبيعة الحال أهم شيء نحن يفترض نتجنبه هو تجنب الكميات المرتفعة من البروتينات البروتينات ستزيد للأسف الأذيات الكلوية التي موجودة عندي في عندي أكيد البروتينات لماذا زيادته بيزيد الأذية لماذا يعني شو الخلل اللي ممكن يأدي بوظيفة الكلية تماما الكلية أساسا هي كلية متخربة تمام غير قادرة على طرح نواة تشتفكت البروتينات تماما فهي المشكلة حقيقية أنا عملية نواة تشتفكت البروتينات أتحطم البروتينات موجودة عندي بالدم غير قادرة أن يتخلص منها وطرحها خارج جسم للأساس نعم دكتور فاضي يعني أي مريض هو يعني لجأ لعمل جراحي وقام بتبديل الكلية عنده أكيد نظام الغذائي رح يتغير في مأكلات كتير رح يتبتعد عنها يعامل معاملة صاحب الكلة الوحدة لابن ما يتأقلم الكلية شوي مع جسمه لابن خلص أصلا هي حيعته تغييرات خلينا نحكي أمكان شو هي أهم الشي اللازم نتعد عنه نحنا منعا نبطن كمية المية الصحيحة يلي نحنا دايما عنا تساؤلات حولها وقت بيتم تغيير الكلية هل بتختلف كميات المية هل في مية لازم تكون مثلا مية صحة نبتعد خلينا نحكي حكي شوي عن أبرز التعليمات اللي منعطيها لليل يمبدلين الكلية طبعا هلأ مثل ما بنعرف كلياتنا إنه الإنسان ممكن يعيش بكلية واحدة وبالتالي الشخص اللي عمل عملية زراعة كلية أكيد فينه يعيش يرجع حياته الطبيعية بهذه الكلية ولكن مستويات الحذر يفترض تكون مضاعفة هون يعني عمليين الأسباب التي أدت إلى تخرب الكليتين بالسادق يفترض يحاول يتجنبها يعني مثلا إذا كان عندي نظام غذائي خاطئ فأنا يفترض أكيد أنا ألجأ لنظام غذائي متوازن يحافظ على الكلية عندي ذكرتي حضرتك موضوع الماء فحلا موضوع الماء حقيقة يعني موضوع مهم جدا ويجب أخذه بعين الاعتبار إذا كنت أنا عم بحكي عن شخص الأذية الكلوية بمراحلها الأولية فموضوع الماء الحقيقة هو مانه مشكلة إبدا فأنا يعني غير مضطر للحد من كميات الماء المتناولة خلال اليوم بيأكمله إذا عم بحكي عن شخص عم يخذ عليه زيادة الماء كمان ممكن تتأثر أكيد بنقص الشوارد يعني أحيانا نشوف أنه بعض الأثار ممكن تكون زيادة كميات الماء بتأثر على الشوارد أساسا أنه بتنزل بالجسم سوف تضرب بأساسا موظيفة الكلية بكل أسف هذا الخطأ أساسا مريض السكري شو اللي بيضرب الكلية عنده التشفافي اللي عم يصير تشرب الماء بكميات كبيرة لا تكبيره صحيح فهذا اللي عم يصير أكيد ما من ننسى نحنا أن نشرب الماء بكميات مغالغ فيها ماذا ما تفضلت حضرتك عم يطرح شوارد هامي جدا عم يأثر على الوظائف الحيوية كلية بكل أسف فأيضا موضوع الماء أكيد الكميات المغالغة اللي عم نشوفها هلأ كل يوم واللي دارجع لأنه لما نقول ما في حد مننا لا في حد لكميات الماء الكبيرة هاي نقطة كتير مهملة أكيد 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 في عنا كميات ماء نحنا مسموحة خلال اليوم عم بحكي للمريض الكلية أنا صحيح في حال كان عم يخضع للديلزة الديلزة الكلوية اللي هي غسيل الكلا فهون كمية الماء اللي ستكون معايرة بشكل أكبر للأمانة يعني حتى كمية السوائل الداخلة من الأطعام المختلفة شواربات على سبيل المثال الفواكه اللي مستويات الماء فيها مرتفع مثل البطيخ بعض الخضروات مثل الخيار الخس اللي مستويات الماء فيها كبيرة جدا فيجب الحد منها للأمانة لما مكون عم نعمل عمليات ديمزة مثل ما اتفقنا بالأذيات الكلوية لما بتكون بمراحلها الأولية فبتضل مستويات الماء عندي طبيعية مثلي مثل أي شخص اللي هي الكمية في عادة من الشربة خلال اليوم بيأكمله اللي هي تقريباً مترين نعم يعني دكتور قبل ما نختم مع حضرتك هكذا تعليمات أو ملخص عن اليوم موضوع حلقتنا الاهتمام بكليتنا وتغذيتنا الصحيحة بتحب توجهها لكل حد عم يتابعنا فلأ بدنا نقول بالختام يعني أنه 90% من أمراض الكلي اللي حقيقتنا مرتبطة بالتغذية ارتباط مباشر تمام سواء كنا عم نحكي عن حصيات الكلية عم نحكي عن الأمراض الكولوية المزمنة فنحنا لما نتبع نظام غذائي محسوب السعرات الحرارية محسوب السعرات الحرارية ما من بالغ بكمية الكربوهيدرات وبالتالي نجنب أنفسنا مرض السكري ما من بالغ بكمية الدهون الغير صحية يعني عمليا الوجبات الجاهزة تكون بحدود الدنيا فأنا جنبت نفسي ارتفاع التوتر الشرياني وبالتالي أنا حافظت على الكلية بطريقة غير مباشرة أكيد دكتور فادي خشروم أخصائي تغذية لنتشكرك بالخطام على وجودك معنا وأكيد نتمنى الصحة والسلامة لكل الناس ومثل ما ألثي يمكن بعض النصائح لو ننتبه لها شوي نكسب سلامة وصحة الكلية ووظائفة شكرا كتير إلىك شكرا لك شكرا لك